كشف سعادة المهندس وائل بن ناصر لمبارك وزير شؤون البلدية والزراعة عن قرب الانتهاء من إنشاء حديقة باربارا النموذجية مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في أعمال الحديقة بلقت 98% وبكلفة إجمالية قدرت بـ 434 ألف دينار جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قم بها سعادته في الحديقة وأكد الوزير لمبارك أن إنشاء حديقة باربارا النموذجية يأتي كمرحلة أولى لإنشاء مشروع ترفيهي متكامل يخدم أهالي قرية باربار ضمن إطار حرص وزارة شؤون البلديات والزراعة على توفير المشاريع الخدمية والترفيهية الخضراء مؤكدا أن الحديقة تم تصميمها بمعايير عالية الجودة ما يعزز من رفاهية المجتمع واستدامة المشاريع حيث تم توفير جلسات عائلية بمساحة 693 متر مربعا إضافة إلى المباني الخدمية كما أشهد الوزير خلال جولته بتعاون مجلس بلدي المنطقة الشمالية ومتابعاته المستمرة مع الأهالي لترجمة تطلعاتهم في تنفيذ المشاريع الخدمية تطلعاتهم في تنفيذ المشاريع الخدمية